مرحبا وولكم باك تومي تشنل بفيديو جديد هلو بيوتيز هلو كيوتيز هلو باترفلايز لك شو الاخبار وكيف الصحة وكيف الحال تمنوني عليكم يارب تكونوا باحسن الاحوال فيديو اليوم فيديو جديد بفكرة جديدة هو موارد للخدود هايدي الوصفة very 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 simple فيها بس ثلاث مكونات والالوان فقط لا غير بس بدي اعتذر عن الاصوات لانه اغان الراعد والبرق والشيتي مع ان الحرارة اللهم اجرنا كتير عالية سيل الجو غريب جدا بهيوثن خلونا نحكي عن المقادير الثلاث مكونات ببساطة جديدة هني جل الصبار زبدة الشياء شمع مستحلب وطبعا الوان مايكا على حسب الاختيار وانتو وزوقكن اذا بتكون يعني تخلطوا متل ما رح اعمل انا كزا لون لتطلعوا باللون المناسب اول شي زبدة الشياء انا عندي هون الريفايند شو معناته بتيجي الزبدة الشياء الخام يعني بيكون لونها على ايفوري او على اسود وريحتها كتير 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 قوي انا شخصيا من خارج ما بيتقبلها ما بحبها ابدا لا ريحة فبجيب المقاررة ايثين كده والاسم ولا ريفايند يعني من شال اللون من شال الريحة بس الخصائص هي بذاتها لانه في كتير ناس بتفكر اذا كانت الزيت صلب خام فمعناته بيكون احسن من ريفايند وهيدا التفكير غلط جدا 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 فهيدي الزبدة كتير يعني عاطية على ابيض يعني كتير فاتحة زائد ما في ريحة البتانية هي الا خفيفة جدا ومش عاطلة تاني مكون هو الالوي فيرا جل او جل الصبار انا شارية من الكرافترز شويس ولا الهولسيل سوپلاي بلاس بلا سوپلايز بلاس هون من امريكا طبعا انتو بتكن تشتروا واحد انا هيدا اللي عم بجيبوا already preserved ولا pre preserved يعني already في المادة الحافظة فما بيحتاج نهائي ابدا انو زيد له اي شي وبدكن تفكروا ولا بدكن تدقوا بهذه النقطة بالتحديد مش انو نعمل الجل بالبيت و thank you very much لا المكون الثالث هو الشمع المستحلم انا هون عم بستعمل the normal emulsifying wax يعني ال basic one وبيجي قشور لان هذا السؤال سألته عندي بالجروب او بيجي حبيبات الشكل مش يعني شرط انو يكون حبيبات فقط لا غير انا انو كان عندي كتير كفا منازلة هون بهايدو البلاستيك زيب بلوكس ولا زيب باكز الثلاثة مهمين ليه شمع المستحلم لانو زيبدة اشياء معه الوفيرات جل ما رح ينخلطوا زيبدة اشياء اساسها زيتي الجل الصبار اساسه مائي والاثنين ما رح ينخلطوا اذا بدكن تجربوا فيكن تجربوا وانما جربوا كمية كتير صغيرة لحتى ما تنزعوا المكونات بس هايدي يعني هي الوصفة واذا بدكن طبعا تغيروها على مسؤوليتكن الخاصة انا هون رح بليش بلونين اسمو باتي بينك يعني من المايكا صالح للشيفا هو للأيون انا بس عم فرجيكن اياه زائد الماجنتا مايكا نفس الشي انا شاريا هون من عند برامبل باري مع انو ما رح نستعملو للشفايف بس عم فرجيكن يعني عم بقلكن في حالة اذا ما بدكن كمان تحطوهن على الشيفا اذا ما بدكن فبلاها هلا اللي رح اعملو انو رح ااخد باريكس كاب لانو بدي دوب زبدة الشي ازائد الشمع المستحلب فراحطوهن اتنيناتون ونزلتوهن بالمايكروويف 15 الثانية طلعتوهن عندنا رجعتوهن 15 الثانية تانية هايدي الوصفة انا منازلاها بكميات صغيرة فيكن تعملو اللي فيكن تعملوه انو ترجع وتقسموها على اتنين معشي لحتى تعملو كمية صغيرة وتجربوه فالباريكس كاب بدكن اصرار شي لحتى ما ينفجر ولا ما يتكسر لا قدر الله يسخون كتير فبدكن تحطوهن 10 الثانية 10 الثانية 10 ثانية فقط لغير بعد الثلاثين 15 الثانية داب الشمع المستحلب ودابة زبدة الشي ازا بدكن تعملو حمام مائي او حمام ماري او بام ماري يعني دابل بويلر تنزلو ماء سخنة الدين تنزلو فيها ولجوتها الجاط لحتى يدوب معاكن الخليط شوي شوي بعد هيكي الخليط مش سخن ابدا يعني مش كتير سخن دافي زدت عليه الجيل تبع الصبار وهلا كل راح اعملو راح بلش اخلطو لحتى يصير متل الجيل هيدا القوام الجيلش هيدا القوام اللي عامل متل سرا بلينة واكس اذا شفتو فيديو من فيديوهاتي بالزمانات تقريبا نفس الخامة او نفس خامة الفازلين تقريبا لانه الجل الاصبات زائد زبدة الشياء بين خلطو بس يلي ملزقو مع بعض هو الشمر المستحلام فالدرقة شفتو صار اللون على ابيض which is really really nice القوام تبعو مش extremely smooth يعني شوي تكستشرك تقيلي او سميكي او نوعا ما شوي صغير مرح اقول محاببة وانما يعني حوبيبات وانما مش smooth كتير مش نعمة كتير هلا بلشت بشوية معالي من اول مايكا وانا بدي انصحكن انكن تجربو شوي وتكتبو كل الوصافات مني او من عند غيري بدكن تجربوها بكميات صغيرة لانه يمكن تزبط يمكن ما تزبط مش لانه مرشوشة او انا ما عطيكن كل شي وانما طريقة بتختلف وهيدا شي انا يعني شفتو عندي بالقروب كتير مرات سوما الحقيني سوما عملت متلك بالظبط ونفس المنتجات ونفس المكونات وما زبطيت معي فلما بنرجع للخطوات بيكون خطوة مختلفة بيكون مكون المكونات مختلف بيكون السبلاير مختلف انا شخصيا مثلا بجيب نفس المنتج من نفس السبلاير من نفس الشركة بس هني كمان عندهم سبلاير ثانيين فبيكون اختلاف وكل منتج لما بينزل واحد جديد بيكون the feel of it الا وما راح يكون مختلف مش دائما بيزبط فانا اي ارجو انو بليز حتى الفيديوهات التابعي جربوا كميات كتير صغيرة لحتى انتو اول شي تشوفوا وtake notes انا هيك تعلمت اي شي بعملو بيكتبو هلا معليش المايكا تنات هاريت عندي ولا قدام الكاميرا فكنت عام بقول انو كل شي بيكتبو عندي note books كتار لحتى ارجع لهن لكلي عم صور فيديوهات بس في كتير مرات ما عم بعمل فيديوهاتين مش عم بنشرها فبعمل الشي مرات وما كتير وثلاث مرات وخمس مرات واي take notes لحتى اعرف الاستابلية تباع المنتج هلا عم فرجيكو مايكا ثالثة اسمها raspberry مايكا ورح استعمل وحدة رابعة اي تنك كانت ما باقي بزا كابوتشينو ولا شي لون تاني يعني براون شوي رامع برجع لنفس النقطة اكتبو لتشوفوا الاستابلية تباع المنتج حتى تشوفوا الويسكاسيتي تباع المنتج يعني اديه الشي بالعربي يعني القوام تباعو الفورمولا تابعو اذا رح يضلو تابت اذا رح يتغير في شي هايدي المايكا ارابعة اسمها melot sparkle مايكا وهي شوي على براون فهايدي الوصفة بدتكن تزيدو شوي شوي بكل الالوان وتكتبو اديه المقاييس تباع كل اللون لحتى وصلتو لشيد يلي عاجبتكن وبدتكن كل مرة اتحكوها المايكا الضغري بتتحرك ولا بتندمج بشكل كتير حتى وما بتكالكي ابدا ما بيصير لها شي لانو على قوام المنتج ومتل ما عام بتشوفوا it is not very very smooth مش هيدا القوام ولا التكستشر ولا الخامي اللي بتكون كتير نامي فيها ما راح اقول محاببة بس فيها التكستشر نوعا ما هلا الكل اللي راح اعملو راح احطها بس مول كونتينرز هيدول انا كنت شاريا هون من عند دايسو العلبة بتقريب السبع دراهم اماراتي كل بوت فيه ولا بيحمل عشرة جرام كتير 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 مهم انا هون ما اصقصت هيدول المقاطع لحتى احكي براحتي لان اعطيكن اكتر المعلومات ولا اللي فيني اعطيها لانو في ناس بتتهمني انو ام هولدين باك ما عام بعطيك كل شي وهايدا مش صحيح والله اللي بيشهد علي لما بتجيبوا العلب اكتير مهم احنا ما فينا نعاقم وانما وديس انفكت يعني بنحاول ان نشيل البكتيريا نوعا ما يعني مش نوعا ما عاد ما بنقدر لانو التعقيم بدو خامات ولا بدو مكانات كبيرة اللي بتكون بالمعامل هون انا اللي عم بيستخدموا السبعين بالمئة كحول لانو التسعة وتسعين بالمئة للأسف دغري بيتبخر الا ازا سكبتوه وتركتوه لمدة طويلة فيلي انا بعملو برشري اشتبع السبعين بالمئة بخليها اكتر من ثلاثين ثانية وبمسحو بتيشو نضيف يعني مش بتيشو نضيف بس انو بتيشو ماشي كتير مهم او فيكن تستعملتها كزمرة باوائل لما بلشت اعمل سابون كمان بيقولوها بشركات كتير الفايف برسنت بليتش سولوشن يعني بتنزلو خمسة وتسعين بالمئة مع مقاطق مع خمسة بالمئة بليتش ولا كلوروكس وتقتصو فيه الويتنسلوز تبعكون والباكترز والكنتينرز بعد هيك بتمسحوه وتخلوهن ينشافوه هلا كل اللي راح اعملو اراح املي الكنتينرز التبعي و that's about it الويفيراتجال كتير منيح للويش ما بيصير له شي ابدا بس انا نوعا ما يعني بتحسس منو اذا الناس تانيين اغلبية الناس العمري ما سمعت حدا بتحسس من الويفيراتجال بويشه الا انا ماشي زائد الشغل الثانية يلي هي زبدة الشياء ما بتقفول المسامات ف it's perfect للويش الويفيراتجال لا واحده بيعمل لي مشاكل لما بيكون مع غير منتاجات لا فما بعرف اذا اللي استعملتهن قبل من شركة معينة عملوني مشاكل لي انو من هاي دي الشركة او ان جنرال بس صراحة انا عملتها كذا مرة ووقفت وتبت الى الله ودات سيت هاي دول هني ونقطة كتير مهمة بدكن تخلو المنتاج لحتى يسقع لانو سخونية زبدة اشياء لما دابت مع شمع المستحلب كان المنتاج شوي دافي بدكن تخلوه ليسقع بالشكل المزبوط عندن تعلبوه لحتى ما يضل اي فراغ جوات الكنتينر وبالتالي بعد هيك بيعرق وبيصير فيه مي ويطلعوا بكتيريا وفرطرييات فبدنا ننتبه كتير 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 هاي دي النقطة يسقع المنتاج عندن نعملو باكاجين وبنخليه مفتوح ما نقفلو لحتى نتأكد بعد ساعتين ثلاث ساعات اربع ساعات ليكون مسقع وطبعا للناس يلي بتبيع المنتجات تبعها بدكن تنزلو كل المكونات انا لاحظت شغلي خصوصا بالدول العربية انهن ما بيكتب المكونات وهيدا شي غلط بكل المقاييس العالمية بس طبعا كلا واحد راح يشوف القوانين تبع بلده هلا انا فرجيكم شوي how does it look like اي نعم اللون منو كتير كتير غامق بس فيكن تزودو الميكا عاد مما بدكن وبالتونز يلي بدكن اياها وبدكن ترعو كمان التونز والاندر تونز برجع كارك please جربوا وشوفوا اذا المنتج راح يعجبكن وعطوه لاصحابكن ولقرائبينكن ولعيدتكن لحتى يجربوه ويعطوكن feedback لانو شخص واحد رأي تابعو is not ok انتو رأيكن بس بالتركيبة وانما الباقي على حسب الكلاينت تابعكن فبدكن تسألو ناس بتحبكنو راح تعطيكن the honest opinion هيدول هني اذا بدكن تتوصلوا معي شخصيا هيدا هو القروب تابعي بالفيسبوك تحت بسندوق الوصف اقابط الوام extremely active هناك اذا عندكن اي سؤال فالف اهلا وسهلا واذا عجبكن هيدا الفيديو ما تنسو تضغطوا لايك تشاركوا بالقناة بشوفكم فيديو جديد باي باي